يعني اولا احنا عدنا بالسياسة اقتناس الفرصة هذه مناسبة مهمة بروتوكولية تنصيب رئيس التواصل الشخصي في هذه الظروف جدا مهم زيارة انا اعتقد السيد برهم صالح رئيس جمهورية العراق الى السيد رئيسي انا اعتقد هذا مسألة مهمة احنا نسميه جلسات خلف الكواليس او بعيدا عن الاضواء يصير اكو تواصل يصير اكو حوار هذه مسألة جدا مهمة ندري امانة ان السيد برهم صالح وشخصية ذكية وبالتالي هو يستطيع ان يوظف قدراته الشخصية وامكانياته في استمالة الرئيس الجديد لايران انا بتقدير الرئيس الجديد يبحث عن منجز يبحث عن منافذ اليوم حتى تحاول ايران ان تفتح منافذ دبلوماسية متعددة لوجه خاصة انه يوصف ما بين قبسين بانه الرئيس المدعوم او المتشدد او هكذا لذلك انا واثق انه هو كرئيس الان يغير هاي الصورة لذلك يبحث عن مفاتيح اعتقد العراق هو واحد من هذه المفاتيح لن ننسى انه العراق كان الى دور قبل اشهر تقريبا اسابيع في استضافة جلسات حوار ما بين السعودية وايران احنا سابقا استضافين جلسات ومفاوضات مجموعة خمسة ساعد واحد قبيل اتفاق 2015 لذلك انا اعتقد جغرافيا وسياسيا العراق مؤهل من الناحية الشخصية عندنا شخصيتين الان رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ايضا عندهم تواصل القضية الاخرى في موضوع الوساطة هو المقبولية انه اكو مقبولية من قبل الجانب الامريكي اكو مقبولية من قبل الجانب السعودي والخليجي واكو مقبولية من قبل الجانب الايراني